تطور الإنسان الجزء الخامس والأربعين ومرحلة روبوستس والنهاردة بمعونة ربنا تكون آخر مرحلة أو آخر أنواع أجناس قردة وتكون نبقى كده خلصنا البثيكس خالص وبعد كده ندخل على الهوم والإنسان طبعا لسه هنلاقي فيه قردة حطينها فيه مراحل تطور الإنسان يعني التزوير ده ما بيقفش هنلاقي كتير جدا من التزوير موجود يجيبوا حفريات بشر ويحط عليها عزام قردة عشان يدعوا مرحلة وسيطة في الإنسانيات بالضبط اللي كانوا بيعملوا في القردة يجيبوا عزام قردة أو هيك القردة ويحط عليه عزام بشري عشان يدعوا مرحلة وسيطة عملوا نفس الأمر لما ندخل في الإنسانيات فحنكمل في الموضوع ده مع بعض ولكن باختصار شديد علشان ما طورش على حضراتكم بدأنا في الحفريات اللي تقدم خطأ في الدعاء تطور الإنسان وعرفنا أن كل المراحل المفترضة في شجر تطور الإنسان المزعومة ما لهاش وجود لا جدود ولا مراحل وسيطة بدأناها من الجد المشترك لكل الكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية الجد الحياة اللي المفروض كانوا بيقولوا بدأ من 3.5 مليار وقعدوا يتطولوا في الفترة لغاية ما وصلوها الأربعة واحد من 10 مليار طيب فينه ملهوش وجود ولا مراحله وقعد يتطور 2 مليار سنة ومعندناش أي دليل لغاية ما وصل للجد النطاق اللي هو يشبه البكتيريا من 2 واحد من 10 مليار اللي هو حقيق النواة آسف ما بعد البكتيريا وأصبح حقيق النواة وقعد بعد كده مليار ونصف سنة يتطور لغاية ما وصل للمملكة الحيوانية 590 مليون سنة فين المراحل ده؟ فين الجدود المشتركة؟ ولا عندنا مراحل تطور هذا الجد اللي هو يسمى المملكة الحيوانية لغاية ما طلعت منه الشعب بما فيها الشعب الحبلية؟ فين؟ طب مراحل التطور 60 مليون ده راحت فين؟ ما لهاش أي وجود ولا جد تحت الشعب الفقاري؟ فين؟ ما فيش ولا الجد فوق الصف الرباعي اللي ساد لوحده في البرية؟ فين الجد ده؟ مش لقينه ده قعد يعني مية وي مليون سنة يتطور عشان يوصل لهذا الجد فوق الصف الرباعي وما لقناهوش في الآخر ولا الجد الصف السادي اللي تطور من الرباعي؟ فينه هذا الجد؟ ما لهوش وجود؟ وده مراحل تطور استمرت يعني فترات طويلة ده بل كمان لما بنتساءل في سؤال إزاي الرباعي اللي كان بيبيض تطور للسادي اللي بيالد؟ مع ملاحظة إنه أي عدم اكتمال أثناء مراحل التطور ده ما بينجيبش يعني اندثر فإزاي تطور أصلا هو ما بينجيبش؟ ولا الجد تحت الصف المشيمي فينه ومراحله ولا الجد تحت الرؤد بالرئيسي ولا الجد تحت الرد بجف الأنف ولا الجد فوق العائلة القردة ولا الجد العائلة القردة العليا فين القردة العليا؟ فين الجد ده ومراحل تطور منه وإليه؟ ولا الجد تحت العائلة تحت الإنسانيات اللي هو لسه قردة لمن 8 مليون سنة اللي هو جد مشترك مع الغريلات فينه ده؟ ولا الجد القبيلة اللي هو أشباه البشر اللي من 5 مليون الجد المشترك مع الشمبانزي فين الجد المشترك ده؟ فين الجد القبيلة ده القبيلة اللي طلع منها الاتنين الانسان والشمبانزي فينه مراحل تطور الايه ومنه فينها لغاية ما وصلنا الى تحت القبيلة وما الاناش لجد مشترك ولا مرحلة وسيطة وصلنا اقل من اتنين مليون والنهاردة هنوصل لمليون ونص وما فيش اي شيء اي انسان لا زال يؤمن بتطور ولا يصدق الخلق انا بطلب منه طلب واحد هاتلي المراحل الوسيطة ده فينها ليه اصلحنا عندنا الانسان حفريات كتيرة جدا والقرة ده حفريات كتيرة جدا الحالية جدودهم اللي يعاشوا زمن اطول منهم المفروض تكون حفرياتهم على الاقل زيهم اللي لم تكن اكثر المراحل الوسيطة ده ملهمش وجود ليه يعني بنتكلم على اربعة تلاف ومئة مليون سنة ما فيش اي دليل على سلسلة تطور الانسان وعرفنا ان كل اللي بيزعموه البيلوبيسيكس الاجبتوبيسيكس البروكنسول الدرايوبيسيكس الرامابيسيكس الوريوبيسيكس الاسهيلانسروباس الورانين الاردبيسيكس بمرحله الكذابة والرامدس الاسترالوبيسيكس اللي احنا لسه فيه أنا منسس وأفرانسس وأفريكانوس أسيوبيكس وجاري وبوازيه وسديبة وإحنا النهاردة دخلين على روبوستس آخر واحد عرفنا أن كل دول العلماء خروا بوضوحوا محدش يقدر يجادل في هذه النقطة أنهم أجناس عشان كده كلهم كلهم محطوطين بالأسماء السنائية لا محطوطين تحت قبيلة ولا عائلة ولا غيره وعرفنا لما درسنا الحفريات بالتفصيل وده اللي ما بيعلمهوش للطلبة لنعرفنا كوادس كتيرة أن الحفريات دي بيجيبوا يا إما حاجات صغيرة ويبنوا عليها خيال كبير يا إما يجيبوا بعض العزام القردة ويحط عليها عزام بشرية عشان يدعوا مراحل وسيطة وبرضو بيتكشف الكلام ده الكلام ده جبناه بقرار علماء التطور أنفسهم والأبحاث أو علماء الحفريات وهي كلهم بأسماء أجناس سنائية لغاية دلوقات إحنا فين؟ إحنا بعد ما خلاص الإنسان ونفصل عن كل القردة بما فيها الكابتن الشمبانسي ووصلنا لغاية أقل من 2 مليون لا عندنا جد مشترك واحد ولا مرحلة وسيطة واحدة اللي عنده دليل عكسي على اللي أنا بقوله موجود في أي جامعة أو أي مدحف في العالم يقدمه كل اللي أنا قريته أحدث الأشياء وكل المتاحف الطبيعية لزورتها بتحط الصور مفيش أي رابط وكلها بتحطها خطوط تسميها خيالية لأنها غير مدعومة بالحفريات اللي عايز تأكد من كلامي يروح للصورة الموجودة في المتحف البريطاني تاريخ الطبيعي يروح لمتحف نيويورك للتاريخ الطبيعي وحشوف الكلام ده وعرفت الصور دي لحضراتكم قدام عينيكم اللي عنده دليل عكسي يجيبه والإشكالية أنه إحنا لأنه وصلنا أقل من 2 مليون إحنا قريدي عندنا الهومو موجود يعني الإنسان موجود وموجود حفرياته أقدم من ده بكتير ورغم كده لا يزالوا يدعوا أنه هؤلاء القردة مراحل وسيطة للإنسان لسه إحنا لغاية دلوقتي فين؟ في الأسترالوبيسيكس القرد الجنوبي اللي هو منه تيتا الأوسي والدوشة بتاعتها اللي عرفنا بوضوح أنه أسترالوبيسيكس ده صفاته تقريبا مع اختلافات بسيطة قوي تطابق الشمبانزي القزم زي الأنامانسس وأفرانسس وأفريكانوس وسديبة وحطوا معا مجموعة تانية تشبه الغورلات صغيرة الحجم أسيوبيكس وجاري وبوازي وأيضا روبوست الحندريسون نهارده هيا ده كل الأسترالوبيسيكس جابوا حفريات تشبه القردة الشمبانزي القزم وجابوا حفريات تشبه الغورلات صغيرة الحجم وحطوهم مع بعض وطلعوا بمرحلة الأسترالوبيسيكس المزعومة ده انتهينا من أنامانسس وأفرانسس وأفريكانوس أسيوبيكس وجاري وبوازي وسديبة فضلنا بس روبوستس ونبقى كده خلصنا الصداع بتاع البيسيكس أي القردة وندخل في الهوم وأي الإنسانيات هومو هابلس وهمو ردولفينسيس وهمو إريكتاس وهمو نياندرسالو والشيلة دي كلها وهمو ناليدي وكل المجموعة دي كلها هنأخدهم مع بعض بمعونة ربان وزي ما وضحت لحضراتكم أنا اضطريت رغم أن أنا كن ماشي بترتيب تاريخي إلا اضطريت أن أنا أغير الترتيب ليه؟ لأن حفريات الترتيب التاريخي كنا زمانة دلوقتي بنتكلم على البشر اللي هي للإنسانيات لأن هومو هابلس وهمو ردولفينسيس وهمو إريكتاس وغيرهم موجودين بأدواتهم بمخوهم الكبير بحفياتهم المكتملة برجليهم البشرية بأسوار أقدامهم بكل الكلام ده كله لكن هكمل آخر نوعيات القردة بيثيكاس رغم أنها مفترض في مراحل تطور الإنسان رغم أن الإنسان أقدم منها يعني هي أحدث من الإنسان اللي هو حفيدة لو توهد هو ده بالضبط اللي بيعمله فكرة التطور الإنسان ظهر هنا بيثيكاس لسه موجودة هنا لكن المفروض بيثيكاس دي وده إحنا وصلنا حاليا إحنا اللي موجودين لكن بيثيكاس مفروض جد الإنسان اللي هو أقدم منها إزاي حلوها أنتم دي وهتولي حلاها من الجامعات ما علينا العلماء اللي بيفكر في الموضوع ده بيرد ويقتر يعترف يقولك لا لا إبادي مش مراحل وسيطة ده فرع مستقل ما لهوش دعوة وخلاص على كده زي ما قالوا في كل اللي احنا درسناه قبل كده وبرضه حيقولوه النهاردة على روبوستس أيضا نبدأ آخر مرحلة في القردة في البيسيكاس وهحاول اختصره بشدة لأنا عارف ان انت زهقتم وطولتوا عليكم وأيضا يمكن النهاردة كويس نانا هختصر لأنه الظروف مش مناسبة النهاردة للحصل في لبنان واللي احنا يعني حتى هيخلينا مش قادرين نركز ويعني موقف صعب جدا وبنتكلم رغم الحزن بيعصر ألوبنا على الحصر في لبنان المرحلة هي النهاردة اللي هي البرانثروبس روبوستس او استراليبيسيكاس روبوستس بيتقال بالاتنين معنى كلمة بارانثروبس روبوستس زي ما قلت لحضراتكم بارا يعني جوار موازي خط ماشي موازي انثروبس اللي هو الانسان بارانثروبس يعني الموازي للانسان روبوستس يعني معناه شديد عنيف او استرالو بيسيكاس استرالو اللي هو جنوبي بيسيكاس قرد فالقرد الجنوبي روبوستس العنيف او فالقرد الجنوبي العنيف المرحلة دي المفترض لتطور الانسان المفترض رغم ان الانسان موجود ما تسألوش ازاي لا تجادل يا اخي علي الجامعات بتدريس الكلام ده اوعى تتكلم رغم ان هي اقل من اتنين مليون سنة فهي المفروض بدأت من اقل من اتنين مليون سنة واستمرت لغاية واحد اتنين من عشر مليون سنة اللي هقوله لحضراتكم النهاردة رغم انه برضو هاكد بالمراجع لكن هتلاقوه موجود في مدحف التاريخي الطبيعي الموسوعة البريطانية الايكوبيديا بالاضافة لبقية المراجع زي مجالة نيتشار وغيرها اللي هحطها لقدام حضراتكم نصا وحنقراها مع بعض ارجو ملاحظة شيء مهم احنا وصلنا لمتوسط النهاردة واحد ونص مليون سنة والانسان باعترافهم موجود الهومو موجود بادواته وبحفرياته وباثار اقدامه ومعندناش اي عامل مشترك يربطه مع القرى ده ده نصا موجود في الموسوعة البريطانية لكن انا كدامه لو رحت للموسوعة البريطانية تحت هومو لاينجز وطايم لاين اف هامينين افوليوشن او الانسانيات ده ماشي بالترتيب ده الاربعة مليون تلاتة مليون اتنين واحد حاليا اللي باللون الاورنج ده القرى ده واللي باللون الاخضر ولا الازرق وتفر ده الانسانيات ده الخط الفاصل بينهم ومافيش حاجة تربطه مرحلة النهاردة الروبوستس اللي هي المرحلة دي اللي احنا هنتكلم عنها المرحلة دي لو انت ماشي في تقريبا مليون ونص سنة عندك الريدي هومو ناليدي هومو هابلس هومو اريكتس هومو ايرجاستر كلهم موجودين رغم ان اندار مفروض جدهم لكن هما انظهروا قبله ظهروا من اثنين مليون ونص لكن جدهم هيظهر من مليون ونص ما تسألش اوعى تعترض ده يتقال عليك يا جاهل ده الجامعات بتدرس الكلام ده اوكي ده اللي احنا بنتكلم عليه وده انسايكولوبيديا بريتانيكا يعني حوف اللي ما تكونش اوب ديتد لان الصورة دي واخدها من فترة من الموصوع البريطانية كويس لا يوجد اي ربط ما بين البيثيكاس اللي هي القرى ده وما بين الانسان حتى في التاريخ طيب يمكن الكلام ده حاجة قالتها غلط الموصوع البريطانية جلا ملا ياسو يمكن الموصوع البريطانية غلطانا طيب بالاضافة للصور اللي جيتها لحضراتكم من متحف التاريخي الطبيعي في نيويورك وغيره برضو اقدم لكم حاجة حديثة من كميل اخيرا هيطلعون يلا نستعد ونشمر ونشوف بقى اصل الانسان وحنلاقي بقى اتصال النسب كويس ناخدها من البداية من 6 مليون لغاية ما نوصل حاليا ده حاليا هوموسيبيان الكابتن الانسان الابو مخ كبير الطبيعي وده من 6 مليون سهلا سروبس اللي درسناه بدأ من فين ما نعرفش وتطور لإيه مفيش ومراحل تطوره مفيش القرارين بدأ من فين ما نعرفش تطور لإيه ما نعرفش ومراحل تطوره فين ما نعرفش الارض بيسكس كدابة وغيره بدأ من فين ما نعرفش تطور لإيه ما نعرفش وغير ان هو يشبه راميداس مراحل تطور كدابة الراميداس ما نعرفش لانها بخطه متقطع بعد كده الاسترالوبيسكس جميل استرالوبيسكس بدأ من فين ما نعرفش من 5 مليون سنة يا صلاة الطبيعة ده علم التطور أول واحدة فيه الانامانسس مراحل تطورها فين ما نعرفش طب تطورت المفروض لإيه للأفرانسس فين ما نعرفش لتطور مش موجودة الافرانسسfahrenا ده تطورنا إلى هيدت البرجينس انتباهش وأيضا تطورت للأسترالوبسكس جاري مراحل تطور مش موجودة وتطورت للأفريكانوس تطورها مراحل تطور مش موجودة وتطورت للبارنسروبس آسيوبيكاس مراحل تطور مش موجودة الاسيوبكاس ده تطور لربوستس مراحل التطوره مش موجودة وتطور لبوازيه مراحل تطوره مش موجودة يا سلام وقصاده الكنانثروبوس مراحل تطوره فين ما نعرفش بدأ من فين ما نعرفش تطور للرودولفينسز فين ما نلاقيش طيب الانسانيات يمكن طلعت من الاسترالوبيسكوس لا متلاقيش اي خط طالع من الاسترالوبيسكوس للانسانيات اهي قدام حضراتكم الانسانيات بدأت هنا طيب فيه اي ربطة مع الاسيوبيكاس مع الجاري مع روبوستس مع سديبة مع فرانساس او افريكان او اي واحد منهم لا طيب فين الجد بتاع الانسان ما نعرفش طيب مراحل التطور لغات ما وصل الهوموهابلس ما كانش ينعز ما فيش طيب هل تطور الهوموهابلس ما نعرفش بس الجد اللي احنا ما نعرفهوش اللي تطور بمراحل ما نعرفهاش للهوموهابلس هي ده اللي طلع منه الارجاستر مراحل التطور ما فيش ما كانش ينعز وهو برضو اللي طلع منه هومو اريكتس طب فين طلع ما نعرفش يعني ده زرعش طاني ايوة كده تقدر تقول حاجة شبيهة اوم ايه طلع منهم مرحلة من نعرفش ايه تفصيلاتها الهيدر بلجرنسس دي تطورت فين مراحل التطور مش موجودة ليه الهومو سيبيان وينياندرسان مراحل تطورهم فين ما فيش ادي تطور الانسان ولازم تؤمن بالتطور رغم ما عندكش اي مصدر ولا اي مرحلة وسيطة ولا اي ربطة لكن لو اعترد تبقى جاهل ضد الجامعات اصل الجامعات لما بتدرس ولادكم ما بتدومش التفصيل ده وما بتوريهم ايه الخط الحلو ده بصوا اهم ادي رحلة التطور الانسان البيليبيسيكس البروكنسول الدريوبيسيكس والأوريوبيسيكس والرامبيسيكس الاسترالوبيسيكس والبرانثروباس لغاية ما ندخل على الانسان طب يا جماعة مش لقين ربط اوعى تعترض كل دولة درسناهم ملقنا الهمش وملقناش اي ربط وعندنا خلاص الانسان موجود من قبل بعضهم لكن انت اوعى تعترض ليه الجامعات بتدرس الصورة الحلوة دي ومنت يا جاهل هتعترض عليها طب التفاصيل اللي انا قريتها مش مهم التفاصيل طب العلماء المتخصصين في الحفريات اللي شرحوا بالتفاصيل لا مش مهم المهم الجامعة بتدرس ولادك ايه هذه القصة باختصار شديد المرحلة روبوستس اللي هي هنا دي في القصة دي كلها في المتاهة دي كلها مرحلة روبوستس دي لقدام حضراتكم هيا دي لا عارفينها طلعت من فين غير احتمال تكون طلعت من اسيوبيكاس لكن ما عندناش اي دليل وتطورت لايه ما فيش دليل لكن لسه محطوطة في مراحل تطور الانسان رغم انه المسوع البريطانية وليف ساينس وغير وبيقول لحضراتكم ما عندناش دليل ولكن برضو محطوطة في مراحل تطور الانسان تعتمد تعتمد على ايه في البداية على اكتشافهم من حفريتين لجمجمتين غير مكتملتين وبعد كده شوية اجزاء بسيطة نسبوها لنفس الجنس او نفس الحفري المرحلة المفترض دي ان ليها فك العلو بتاعها عريض قوي ويظهر فيه عزام خد عريضة واسنان كبيرة عشان كده طالع منه كلمة روبوست روبوست اللي هو حاجة عنيفة فالفك بتاعه عشان كبير قوي اتسمى استراليبيسكس روبوست او بورانثروبس روبوست فقاله عشان بياكل طعام خشن زي المكسرات والبزور طيب بس جده كان بفك صغرنا طيب مش ده عكس التطور قوعة تتكلم وتعترض مش مهم فالتطور ماشي بالعكس بس لازم توافد زي ما عرضت مجلة نيتشر قادي صورة الفك قدام حضراتكم هذا الفك الكبير كتير بيعتبروه من مرحلة استراليبيسكس افريكانوس وبخاصة المذكر منها لكن البعض بيطلعوا بيقولوا لا ده طلع من الاثيوبيكاس لانهم بيلاقوا الاثيوبيكاس والربوستس وبوزي التلاتة بيتشابهوا ويشبهوا حفريات او يشبهوا عظام غورلات صغيرة الحجم انتعارفين الغورلات متنوعة جنس متنوعة كلها غورلات لكن في غورلات كبيرة الحجم وفي غورلات صغيرة الحجم في غورلات الجماجم بتاعتها كبيرة ويوصل حجم المخ ل700 فحطوا الربوستس جنس مستقل مع البرانس روبس لكن الكلام ده مش كلامي انا كلام المجلات العلمية تقولكم ده عليه خلاف شديد الكلام ده زي ما قالت و ادمت فالغاية دلوقتي هم مش عارفين طالع من فين احتمال البرانس روبس روبس ده يكون طالع من فين البوازين او او احتمال يكون الربوستس طالع من الافريكانوس او احتمال يكون الربوستس طالع من الاثيوبيكاس بس وتش وانت اللي تختار ادي التلاث احتمالات قدامك يعني مش حايزين ازعلك اهو كله موجوط عايز تقول على الربوستس طالع من ااثيوبيكاس او من بوازين وما لو اتفضل عايز تقول على الربوستس طالع من الافريكانوس صدقني ولا تزعل اهيه عايز تقول لا ده طلع من الاسيوبيكاس وماله اتفضل كله موجود حمال اوجه زي حد تاني صاحبنا نفس برضو الموضوع يعني الخلاصة انه غير معروف مصدره زي ما قدم لنا خطه متقطع مش عارفين وطالع من فين وزي ما قدت لنا مجلة نيتشير ان هو فيه احتمالات وانت اخد اللي انت عايزه هل الكلام ده هيتقال لولادكم لا هل الكلام ده هتقراه في العنوان بتاع المقالة الكبيرة التفصيلية اللي موجودة في مجلة نيتشير لا ولادكم لو قروا العنوان واو مرحلة وسيطة اخرى تؤكد تطور الانسان وولادكم المدرسة في المناهج واو بصوا الصورة الشبهة مكتملة لتطور الانسان وولادكم لما يروح المتاحف ويصوفوا الصورة الكبيرة بدون ما يقروا الدسكليمرز اللي بخطصوا غنان تحت واو بصوا ادي حفريات تطور الانسان لكن ما عرفوش التفاصيل الاهم ان هو لا يوضع بينه وبين الانسان اي صلة حد ممكن يقول لي ليه بيتحط في المراحل بتاعت تطور الانسان كادفانس استروليبيسكس قبل الهم ومباشرة مش دا يسمى خداع لما انت تبقى عندك معلومة وتعلم الطلبة العكس على يسمى ذلك خداع ولا يمكن التعريفات مختلفة ما بيننا وما بين التطوريين فاحنا بالنسبة لان يسمى خداعهم وبالنسبة لهم يسمى علم التطور يمكن معلش اول اكتشاف لهذه المرحلة كان سنة 1938 لما اكتشف روبرت بروم الشهير اللي اتكلمنا عنه قبل كده وفعرفنا قصته حفرية من جنوب افريقيا في منطق اسمها كروم ودري لقي فاك الفاك دا يختلف عن فاك الاستروليبيسكس افريكانوس حجم الكائن غالبا حسن ما بيقولنا موقع مدحف التاريخي الطبيعي عرفوا من فيه من الفاك من الفاك طلعوا طوله يا سلام على العلم 3.3 لتلاتة وتسعة ادم يعني في نفس نطاق حجم الاستروليبيسكس او اقل طبعا دا اشكالية ليه لان انت الانسان الطبيعي الهوم والمستقيم العدو مفروض اللي بيمشي بخطوات بشرية اللي يصاحب الادوات موجود وطول وعادي اطول من كده بكتير ضعف الطول دا ايضا اشكالية اخرى لان دا ضد التطور ليه لانه فيه اجناس باعترفهم بيسيكس قردة اقدم منه اطول من الطول دا يعني دا كده التطور مش بس في الفاك ماشي عكسيا دا كمان في الطول ماشي عكسيا المرحلة دي واللي قبلها ما يعرفوش استخدموا ادوات مهمان بيسيكس جنس قردة منقرد وده برضو اشكالية ليه لان ادوات البشر قريدي موجودة من اتنين وشوية مليون لتلاتة مليون قبل الحفريات دا بكتير فعشان كده مش انا موقع مدحف التاريخ الطبيعي يتساءل هو الجنس دا جاي من فين اصلا وايه وايه دوره في تطور الانسان دا لا من ديني ولا من دينك دا بالعقيدة التطورية ورغم كده بيسأله ايه ايه الجنس دا شكل الجمجومة تشبه قوي اللي هو تنوع من الغورلات صغيرة الحجم وبخاصة العظمة الاعلى الجمجومة وايضا في شكل الفك ادي الكلام دا موجود تحت عنوانه في الويكيبيديا وايضا حيذكره لكم مراجعة كتيرة حجم الجمجومة ما بين ربعمية وعشرة سنت مكعب لخمسمية وثلاثين سنت مكعب يعني لسه في حجم الغورلات صغيرة الحجم وفي حجم مخ الشمبانزي والكلام دا قاله دكتور وود وغيره من العلماء والكلام دا تنشر في جورنال اف هومان افاليوشن وغيره من المراجع شرحت نفس الامر الحجم دا احنا قريدي متعودين عليه وده حجم مخ الشمبانزي القزم او الغورلات صغيرة الحجم فالمفروض بديهيا بعد كل المعلومات دي ان هو ينتمي لجنس قردة الاسترالوبيسكس المنقرد الا انه للأسف يحطه لنا موقع مدحف التاريخ الطبيعي بصورة الحلوة الامورة دي ايه رأيكم بصوا العينين والمخ اللي بيزداد كبر والزكاء اللي بيشع والملامح وربي دقنا حلوة كده جميلة يشبه السنية وتفر ادي الاخ ده ايه رأيكم طبعا واحد شاب صغير بيسق في العلماء وبيصدقهم لما يشوف الصورة دي تخدع بيها وايضا في ساينس سورس يحط لكم الصورة الجميلة دي انت لو شفت الصورة دي اه ده نص انسان نص ارد فعلا ملامحوا تجمع ما بين الانسان والقرد فينفع مرحلة وسيطة ده اللي شافوه طبعا لا ده اللي بيوهموا بيه ده اللي شافوه فالصور اللي محطوطة في المجلات العلمية بما فيهم ساينس سورس وغيرها اقدر اقول عليها كدب تزوير تضليل لان ده اللي تم اكتشافه ده يبنوا عليه ازاي ده العلم ده مش حياني العلم ده عقيدة بيحاول يثبتوها باي شكل حتى لو بالتزوير بالمعريض واضح من ابحاث العلماء ان هو مفهوش شبه في الانسان خالص في الجمجمة ولا غيره على عكس الكدب اللي بيعملوه في الصور الخيالية ولا في طريقه ان يكون الانسان ده الانسان اريد موجود صفاته بيها اختلافات كتيرة فعشان كده علماء الحفريات قالوا ما ينفعش غير ان يكون جنس منعزل هو جنس قردة واندثر وخلاص على كده اهو بيقولوا ايه انه ده سيبرات جينوس ذات ست خلصنا بات راذر اصايد برانشز ذات ميت اديد اند يعني فرع اصلا مش عارفينه طلع من فين بس وتش والفرع ده هو روبوستس وبعد كده حصل له ايه انتهى طريق مغلق وخلصنا طب ما له مال الانسان هو بس نحطه لما نحب نخدع الطلب نحطه في مراحل تطور الانسان ولكن العلماء ما بينهم ما بين بعض عارفين انه هو ده جنس قردة كده الواحد واندثر ذات ست ايه رأيكم الكلام ده اقر بيه جوهانسن اللي هو مكتشف حفريت لوسي فالعلماء اقروا انه ليس مرحلة وسيطة لكن فقط جنس منعزل فرع معزول فرع حتى مش عارفينه طلع من فين فرعش طاني معزول لا عارفينه طلع من فين ولم يتطور لشيء بل انتهى مش ده يوضح لحضراتكم انه كل الاسترالوبيسكس ده هو عبارة عن جنس او اتنين او تنوع من اجناس زي جنس قردة زي الشامبانزي الشامبانزي متنوع الغورلات متنوعة فيها عدة انواع الاورانجوتان متنوع فغالبا جنس اسم الاسترالوبيسكس يشبههم اوي او قد يكون جنسين واحد يشبه الشامبانزي واحد يشبه الغورلات الصغير تلحجن وحطوهم مع بعض اللي هو جنس الاسترالوبيسكس وخلاص على كده وانقرض ليه ما بيحطوش الاحتمالية دي اه اصلا ما تنفعهمش في اثبات تطور الانسان لو اعتبروا الاسترالوبيسكس جنس قردة زي الشامبانزي او الغورلات او الاورانجوتان وانقرض ده هينفحهم في ايه في اثبات التطور فلا لازم يعتبر مرحلة وسيطة واكرر كرامي اللي قلته لو كان الشامبانزي والغورلا منقرضين كانوا واو احلى كلام يطلع لكم في التطور بصوا ادي الشامبانزي اهو بيطور كبر مخه للغورلات اهو كبر مخه بيق الانسان وكان حيطلع لكم اجمل خط التطور لكن للأسف لان الشامبانزي موجود فما ينفعش والغورلات موجودة فما ينفعش فبيجيبوا حفرية لجنس قردة انقرض بيسيكاس استرالو بيسيكاس وبيلخبطوا فيها ويزوروا لها باضافة عظام بشرية وغيره ويدع انه هو ده جد الانسان لكن كل الادلة تؤكد انه ده جنس قردة معزول وانضفر كلام ده يمكن يعني عشان اكد لحضراتكم مش كلامي كلام ده قاله علماء مراجعة كتير زي قدام حضراتكم الجمجومة بتاعته زي ما قلت لحضراتكم تشبه الغورلات صغيرة الحجم يعني لا مرحلة وسيطة ولا اي شي فقط تنوع من انواع الغورلات صغيرة الحجم وعشان كده الجمجومة بتاعته تشبه الغورلات فعلا صغيرة الحجم وايضا الجسم بدراسة بعض العظام اللي معاه لقيه طابق القردة وخاصة في الجزء العلوي من الجسم مناسب للتسلق بنفس الفكرة شرحتها لحضراتكم الجزء العلوي اكبر من السفلي على عكس الانسان اللي هو الجزء العلوي اصغر من السفلي لان الانسان دي يمشي فيشرحوا العلماء يعني ممتازين في التسلق يعني تم التأكيد اذا هو فقط تنوع لبعض القردة المتسلقة جنس قردة اندثر يشبه الغورلات صغيرة الحجم اللي عايش على الشجر حد يقول لي بعد كل الكلام ده واللي عنده دليل عكس يقدمه انا منتظر بعد كل الكلام ده ليه يوضع في قائمة تطور الانسان حتى الان ليه بيتدرس ان هو من مراحل تطور الانسان اللي بتتقل طلبه لما يرسولهم الاسماء ورا بعض او يحطوا لهم الصور زي موريتها لحضراتكم ورا بعض ليه؟ ايضا عملوا سيتي سكان على الجمجمة ووضح تركيب الاوزن من القنوات والاتزان مناسب للمشي على اربعة مش الاتنين يعني ده لما يمشي على اربعة وبقية حياته يقضيها في التسلق ادي المرجع اللي بيشرح لحضراتكم السيتي سكان اللي عملوه عليه واللي اكد هذا الامر كلام ده اتنشر في مجلة نيتشر فاكرر كل الابحاث دي اكدت لنا شيء واحد انه روبوست اللي حسب ادعاءهم من واحد ونص مليون او من واحد وتسعة الواحد واثنين متوسط بواحد ونص فقط تنوع من قردة مع ملاحظة ان احنا عندنا خطوات الانسان الطبيعي من قرب الاربعة مليون زي لايطولي فوت برينت وغيرها الانسان بيصير مستقيم بينما المزعومين جدوده دولة من واحد ونص مليون لسه بيتنططوا على الشجر وبيمشوا على اربعة تطور ايه ده؟ الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم لو يبدو اليكم غريب طبعا ولادكم مش هاخدوا بالو منهم لان مش هتقالوهم التفاصيل دي تقدروا تتأكدوا من وراي ارجعوا للمراجع هتلاقوا الكلام ده لكن السؤال المهم ليه ولادكم ما بيدرسوش الكلام ده؟ ليه بتتقالوهم من عنوين الكاذبة؟ لانا عايزينهم يقومنوا بالتطور باي شكل صح؟ الحفرية الاكبر ليه اللي هي حفرية تسمى SK48 او ليها اسم تاني TM1517 اللي هي قدام حضراتكم دي وزي ما شايفين العزمة المميزة اللي هي كريسنت فو الجمجومة قدام حضراتكم الجمجومة دي طبعا وضعوها للبرانسروبس روبوستس او الاسترالوبسكس روبوستس اكتشفت سنة 1948 في جنوب افريقيا من شخص اسمه فوري مع روبرت برو اللي اتكلمنا عنه سابقا حدد عمرها تقريبا في البداية ما بين 2 مليون ل 1 و 8 مليون سنة الجمجومة دي برضو مش قطعة واحدة دي تم تركيبها على قالب زي ما حضراتكم شايفين واضح من بداية العزمة الاعلى الجمجومة انه زي جمجومة الغريلات اللي مميزة ان فيها الجزء الاعلى الجمجومة ده كان العادة في البداية اول ما اكتشفوه بلغوا في حجم المخ عشان يبقى مرحلة وسيطة لتطور مخ الانسان فقالوا ان هو 530 سنتم وكعب رغم ان حتى لو كان 530 ده ولا حاجة ده لسه في نطاق جماجم الغريلات الصغيرة مش الكبيرة وجماجم الشمبانزي زي القزم لكن بعد ده ودرسوه اكتر اكتشف ان جمجومته عجم المخ اصغر من ده بكتير فالحجم بتاعها هو 476 سنتم وكعب بس ادي قدام حضراتكم ان هو الاول ادعو ان هو 530 وبعد كده لما درسوه اكتر لان هو 476 سنتم وكعب كلام ده يفرق في ايه يفرق في حاجة مهمة جدا ان احنا عندنا الهومو ابو مخ كبير موجود طب فين مراحل تطور مخ الانسان احنا كل اللي ماشيين بنتكلم ما بين 400 ويه لبداية ال 500 سنتم وكعب ومعندناش اي تدرج لمخ الانسان وحندخل على الانسانيات اللي عارفهم حيبتدو يهاجموا الكلام ده فما بينما عندنا الانسان اللي هو بمخ كبير هم فقط اكتشفوا حفريات قردة بمخها الصغير المعتاد ده لو تماشينا مع التطور يكون برضو تدهور مش تدهور في الفك وتدهور في الطول ده كمان يكون تدهور حتى في المخ ليه؟ لو تفتكروا لما درسنا الافريكانوس اللي هو تقريبا 3 مليون او اقل من 3 مليون الافريكانوس بمخ اكبر من ده ففينه التطور؟ ده لو اصروا يكون كل ده دليل على خطأ التطور لانه تدهور كل حاجة ندرسها نلقيه ماشي العكس تدهور في الفك، تدهور في الطول، تدهور في سلوب المعيشة، تدهور في المخ فين التطور؟ ده عكسي من الأدراس التلات أدراس المتبقية على جانب الفك ده يوضح ان هو كائن بالغ عشان محدش يفاصل ويقول ان هو لا ده احتمال يكون صغير لا ده ماتيور اكتشف في نفس الوقت وفي نفس المكان فك اللي هو الماندو بالSK23 ولكن قيل انه ينتمي لكائن مختلف طب ده يوضح لنا ايه؟ يوضح لنا انه وكل الموضوع انه المكان ده اللي اكتشفوا فيه الحفريات دي ده مكان قردة مختلفة يعني غالبا بشر بيأكلوا قردة وبيسيبوا العظم بتاع القردة اللي بيأكلوها عشان كده اتثابت العظام المختلط بتاعة القردة المختلفة مع بعض الجمجمة دي توضح ان حجم المخ والشكل زي ما قلت يشبه الغريلات صغيرة الحجم وما فيش شيء تاني اي شيء يضاف على يفيد في هذه الجمجمة غير هذا الامر فمن شكلها ومن حجمها غريلات صغيرة الحجم لا تمثل اي شيء ولا تفيد في التطور اصلا اللي فقط ادعاء ان هم اللقوا مرحلة وسيطة الحفرية التالية ليه هي حفرية اسمها SK46 برضو جمجمة ولكن اصغر بكتير من اللي فاتت اكتشفت في نفس المكان في جنوب افريقيا اكتشفت سنة 1936 فيها اكتشفت اولا بواسطة بعض المحللين اتقدر عمرها بي واحد وتمانية من عشر مليون سنة او ما بين واحد وتمانية الواحد ونص مليون سنة الحفرية دي هي النصف الشمالي من الجزء العلوي من جمجمة فقط وتشبه قوي نصف جمجمة اللي احنا درسناها اللي هي الـ SK48 ايضا تحتفظ ببقايا العزمة الاعلى الجمجمة اللي تشبه الغورلات اللي هي دي اللي هي سجتيال كراسة وعرفنا سابقا انه فقط من الجمجمة مفيش اي شيء غير تنوع للقردة من حجم المخ وصفات الجمجمة والفك الجمجمة دي ما تضيف ليش اي شيء على السابقة فرغم ان الاثنين غير مكتملين الا انه 48 الاولانية اكتر من الـ 46 حتى الان لا يزال هو سؤال بكرره ليه بيحطوه في مراحل تطور الانسان حتى الان وبيتدرس للطلبة على انه من مراحل تطور الانسان ليه؟ حد عنده دليل يجاوب ليه على السؤال ده؟ الحفرية التالية هي حفرية اسمها dnh7 هي جمجمة متفتتة قوي ركبوها على قالب ولكن مش معروف الدقة بتاعتها لانها فعلا كانت فتفيت صغيرة برضو نسبوها لمرحلة البرانثروباس روبوستس اكتشفت سنة 1994 برضو في جنوب افريقيا في نفس المنطقة بواسطة اندري كسير او كيسر اتقدر عمرها حسب فرضية الاعمار ما بين اثنين لواحد ونص مليون سنة وليوجد بها اي شيء مختلف عن اللي قدمت فيه معادة انه مش قادرين يحكم عليها او لانها كانت فتفيت صغيرة اعيد تركيبها ليه حفرية اخرى ايضا اكتشفت اللي هي عبارة عن فك بنجين ماندبل اللي هو الفك ده ولكن ده عليه خلاف فك كبير قوي باسنان كبيرة اكبر باربع اضعاف السابقين حجم الاسنان لكن زي مولت لحضراتكم اللي ركز معايا قبل كده البعض كان بينسبوا لمرحلة بوازيه مع الحفرية او اتش خمسة او اللي اتكلمت عنها سابقا يعني ايه اللي اتكلمنا عنه حتى الان كل حفريات الاسترالوبيسيكاس والبرانسروباس هو جنس متنوع للقردة حطوا انواع تشبه الغوريلات الصغيرة وبها صفات تشبه الغوريلات مع انواع تشبه الشمبانز القزم حطوهم مع بعض في جنس وسموه الاسترالوبيسيكاس فليوجد اي شيء يحتاج ان انا اضافه لهذه النوعية اللي هي الروبوستس ولا زلت اكرر نفس السؤال اللي اتمنى حد يجاوبنا عليه ليه المواقع التطورية وخاصة اللي بتدرس الطلبة بتحطه حتى الان لما ترسل مراحل تطور الانسان ورا بعض تحطه حتى الان مرحلة في تطور عائلة الانسان ليه؟ اطالب بدليل علمي واضح ليه بيعملوا ده؟ رغم ان كل ما درس عنها يشبه انواع غوريلات صغيرة الحجم عايشها بالتسلق على فروع الشجر انا اضافها اعتبرها اضافتها الان ليه شجر تطور الانسان ده عدم امانة منها هل لسه متأكدين ان العلم ده حيادي؟ انا في رأيي لا طبعا ده لا يعرف اي شيء عن الحيادي لكن من بدايته هو علم متزبط متفابرك عشان يثبت عقيدة تطورية وعشان كده العلم ده اللي بيعتمد على التزوير وادعاءات خطأ عشان يستمروا يدفع على عقيدتهم التطورية حتى لو بالتزوير على يوضح لحضراتكم ان كل ادلة التطور هي فرضيات ادعاء تزوير انسيبوا عظام بشرية لهياك القردة وحلمانيجي للهوم وحلق العكس انسيبوا عظام قردة لهياك البشرية كلام ده كل عشان حقيقي ما عندهمش ادلة حقيقية ولا هياك الحقيقية طب عدا موجود ادلة حقيقية ده يوضح لحضراتكم ان التطور ما حصلش لانه لو حصل كان هنلاقي الادلة امتى هيغيروا اللي مكتوب في مناهج التعليم عن جدود الانسان من معلومات مقر بها انها خطأ وتزوير لكن انا ما اعتقدش انه هو هيعملوا الكلام ده واخرها اعظم واحد ادخن واحد هيجاوب لكم يقولكم ايه التطور بيتدرس في الجامعة طب حد هيفتح بقه ويتجرق يرد على اي من التفصيلات اللي موجودة في الابحاث العلمية التفصيلية طبعا لا يكتفي بس بالمغالطة المنطقية اللي هي ايه الالتجاء الى السلطة الجامعات طب جميل هات لنا من الجامعات اي اي رد على كل اللي بنقوله ربنا يبارك حضراتكم وانتظر الرد ان شاء ربنا ودبر هاخد جزئين ثلاثة بس مش تلخيص ولكن نتكلم بصورة عامة عن البيسيكس ونقول شوية حاجات تانية قالها العلماء بطريقة عامة عشان تعرفوا بس الصورة التجمعية لهذا الامر ايه ربنا يبارك حضراتكم ويحافظ عليكم واشكركم